يوم الاستغلال الوطني حتى أدخل بالمحور الثاني يعني نالت المملكة العراقية استغلالها عن الانتداب البريطاني ودخلت بمنظمة اسمها عصبة الأمم المتحدة وبهذه الطريقة صار العراق بلاد كاملة السيادة وطنياً وهذا اليوم يصادف اليوم بس قبل تسع عقود تقريباً في الثالث من هذا الشهر من عام 1932 صادف هذا اليوم دخول العراق إلى هيئة عالمية اسمها عصبة الأمم المتحدة وهي عصبة الأمم المتحدة بعدياً صارت منظمة الأمم المتحدة وهذا الدخول شكل نقطة تحول كبيرة بتاريخ الإنسان العراقي لأن ماكو عراقي كان يحب بلده يبقى تحت احتلال بريطانيا لذلك كان الضغوط بثورة العشرين واللي بعدها حتى يحصل العراق على سيادة كاملة وفعلاً نال العراق استغلال السياسي بهذا اليوم وصار هذا اليوم يمثل اليوم الوطني العراق وإحنا يفصلنا أيام عن الانتخابات العراقية الكبيرة والمهمة نطمح أن يكون عشر تشرين الأول ينفاصل بحياة الدولة العراقية جديدة ومثل ما تخلص العراق من الاحتلال وحصل على الاستقلال نرجو بمشاركة المواطنين أن يتخلص من هيمنة الفساد إلى دولة العدل والنزاهة